تمهيد الآمن أو السيكيور بوت في أجلسة الكمبيوتر هذا متطلب أساسي للتعامل مع تثبيت ويندوز 11 هيك بده مايكروسوفت هذا الفيديو رح أشرح لكم فيه طريقة تفعيل خيار السيكيور بوت من البيوس بجهازك بشكل عام تابعونا عروض على ويندوز 10 برو والألعاب وأوفيس وأنتي فيروس من سي دي كا ديلز ابحث عن ويندوز 10 برو ونسخة الأو اي ام اكبس على باي ناو استفيد من الخصم الخاص بالقناة أم تو تي لتأخذ ويندوز بسعر أقل اكبس سبمت أوردر اختر وسيلة الدفع الآن على باي ناو من صفحة الشراء الخاصة فيك اكبس على فيو كي خذ الكود من هذا المكان كوبي افتح خصاص الكمبيوتر روح على تشينج برو داكت كي وبيست في هذا المكان نيكست اكتف وهيك أمورك طيبة رابط الموقع في صندوق الوصف إذا حابت تعرف أكثر عن السي دي كا ديلز قبل ما نبلش لازم تكون عارف انه عشان يتفعل خيار السيكيور بوت لازم يتم تفعيل ما يسمى بالتي بي أم من البيوس كيف بدك يتفعل التي بي أم شرحناه بفيديو مفصل رح ترك لك ياه في الآي أو في صندوق الوصف لازم تشوف هذاك الفيديو عشان تفهم شو احنا شو قاعدين بنعمل بدأ افترض انه الآن احنا فعلنا التي بي أم في الجهاز الآن ظل في عندي خيار هو تفعيل السيكيور بوت من البيوس ويندوز 11 في بعض الاجهزة بيطلب انه لازم يتم تفعيل السيكيور بوت الآن لازم تكون عارف انه نوع الفيرموير اللي على جهازك هو يو إي أف آي وليس بيوس شو الفرق؟ ما بدي افوت بتفاصيل كثير الاجهزة القديمة كثير اللي عمرها اكثر من عشرين سنة هاي بيوس لكن الاجهزة الحديثة كلها جاءت بنظام اليو إي أف آي وعشان جهازك يتعامل مع نظام الفيرموير من اليو إي أف آي لازم الهاردسك اللي راكب عندك على الجهاز اللي انت مثبت عليه الويندوز يكون التكسيم تبعه من نوع الجي بي تي كيف بدك تحول او كيف بدك تعرف انه الهاردسك اللي عندك جي بي تي والأم بي آر في خطوات بسيطة اعملهم عشان تعرف شنوع التكسيم اللي موجود على الهاردسك تبعك راح تلاقوا هاي الخطوات كلها في الرابط الموجود في صندوق الوصف عشان ما نطور بالفيديو الآن إذا تأكدت انه الهاردسك اللي عندك جي بي تي معناها يقبل التعامل مع اليو إي أف آي لاحظ انه اليو إي أف آي لا يقبل التعامل مع الام بي آر تمام؟ لازم تحول الهاردسك لجي بي تي طيب إذا بدأ افترض انه الهاردسك اللي عندك كانت تكسيم فيه الام بي آر شو راح تعمل؟ راح توقف الحياة؟ لا في طريقة شرحت لكم إياها كيف تحول الهاردسك اللي عندك من الام بي آر لجي بي تي كمان راح يكون الفيديو في صندوق الوصف وفي بطاقة الآي هاي كل هالفيديوهات لازم تحضرها وتفهمها أو تطبقها على جهازك عشان تقدر اتفاعل السكيور بوت الآن بدأ افترض ان انت امورك تمام في الفيديوهات السابقة والشروحات اللي موجودة في صندوق الوصف الآن راح نبدأ بمرحلة تفعيل السكيور بوت في الكمبيوتر الآن ادخل على الاعدادات على الابديت انت سيكورتي على الريكوفري وتحت خيار الادفانس ستارتوب راح تكبس على ريستارت ناو هاي العملية احنا عملناها عشان اسهل عليكم موضوع انه كيف تدخل على البيوس وعلى البوت اوبشن الآن بس تكبس على ريستارت ناو راح تفتح عندك مجموعة من الخيارات اكبس على تربل شوت بعد هيك على ادفانس اوبشن بعدين على اليو اي اف اي فيرموير ستين الآن راح يطلع لك خيار ريستارت ناو اكبس على ريستارت ناو راح تفتح عندك قائمة البوت منيو او البيوس الآن راح تدخل عليها الآن راح تروح على قائمة البوت ومن تحت راح تلاقي البوت مود بتحولها من الليجاسي سابورت لليو اي اف اي بعدين راح ترجع على خيار السكيورتي وتنزل لتحت حتى تلاقي السكيور بوت راح تكون هي ديسيبل انت فعلها وعملها انيبل وبهذا الشكل تم تفعيل السكيور بوت بدون اي مشاكل على هذا الجهاز الآن هاي الطريقة هي طريقة عامة كثير واحتمال كبير جدا انها ما تزبط على كل الاجهزة او لكل الناس اللي قاعدين بيشوفوا في هذا الفيديو عشان اقدر اساعدكم او اساعد كل حدا فيكم حسب نوع جهازه بدي منكم تكتبوا كل حدا بالتعليقات شو نوع جهازه وبشكل خاص يكتب شو نوع الماذربورد جيجابايت اسوس ام اس اي شنوع الماذربورد لعجهازك عشان اتجمعهم كلهم وعملهم بفيديو واحد حتى تستفيدوا كلكو من هذا الموضوع بدي اكد انه جميع الروابط اللي موجودة في صندوق الوصف مهمة لازم تطلعوا عليها قبل ما تحاول تعمل هاي العملية في جهازك شكرا للمشاهدة في امان الله